رمضان 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 يا حبيب لان اهم الكل يجربوها وبس خليكم هو الشوية هذا المنطر اللي كان قبل الفطور حبيبات اخوركم شاهدوا ان شاء الله هالأمطار الغازيرة طبعاها قبل فطور منصف الساعة وحبيت هم مأسوركم اياه ونزلكم اياه وهم ان شاء الله يا رب نالعجاكم واليوم فطور نسوت لكم كباب اللحم وسويناكم عصير بالموز وهم ان شاء الله يا رب نالعجاكم فهذا اول شيء رح نبدأ بالعصير اكيدا نسوي العصير حتى يبرد عندنا وهنا عندي تقريبا كيل ورتقال طبعا صال لهواية ومحل مياكلة فحبيت اسوي عصير طبعا جربوا عصير البرتقال والموز كلش كلش رواع مثل ما قلت لكم تقريبا كيلو وعندي بزايا عصرة وعندي حبتين موز هم شوفوها يعني صالها واي عندي فالموز والبرتقال طبعا كلش كلش رواع احنا هنا ربعنا ما يحبون الموز والحليب بس جربوا شوفوا شكله جربوا الموز والبرتقال طعمه كلش كلش طيب هسا هنانا بعد ما عصرنا البرتقال رح نخلي الموز فوقه ونخليلي شوية شكر وداو ما تحبون الشكر اللي تحطون السكر يعني لا تخلون خلوه على طبيعته هم طعمه طيب بس اللي حبي حلا يحط له شوية سكر هاي عصيرنا شوفوه سهل وبسيط وهو فرش وهم اتمنى انه تجربوا كلش طعمه طيب هاي موزتنا الثانية يعني قلت لكم انا كيل وحطيت له موستيان فقط يعني هي الدول كب أو الدول كب يعني تقريبا او 3-4 دول كب حطيت لها موستيان وراح نشغل خلاط عليها والحد ما عندنا ينخبط زين حطيناها شوية شكر ما حطيناها هواية حتى يصير عندنا فرش وما بيعني اضافات هواية هم هاتا عصير يعني سريع ونفس الوقت طعمه كلش طيب وهم وهم بفيتامي سي اكيد هم مفيد يعني نخلطها خلط شوية ونخلي دولك ونخلي بالبراد حد ما عندنا يبرد وشوفوا شكله صار شون شكله وسهل يعني ما اعتقد يراد لكل صعوبة يعني العصير مالتي شفتوش سويت الفرسة قبل رمضان طبعا خلاص يعني الحمدلله كفاني كلش هواي وكلش استفاديت منه وكلش ارتاحيت انه كمية عندي ومية طلق شي سأمبز مجرد اما معه بس هلسه خلاص بعد منه وغادي لازم تسويحنا عصير وشوفوه ما شالش غلص صار كيلو صار عندنا دول ككاملة وبدون طبعا ما خلينا على ماء اذا تجدون تحبون تحطو له ماء عادي ما كو اشغال فهزا هذا العصير معتنا كمل اكيد راح ندخل الفريز او للبراد يبرد ونبدي بتحضير فطورنا وهنا الفطور طبعا راح نسويكم كباب شوي بس بالفرن هم كله سهل وبسيط الى درجة هنا عندي تقريبا كيلو لحم طبعا حسب الكمية وحسب المقدار تتسويه خليت عليه بصلايتين حجم كبير فاهمتها كلش كلش نعمة ورح خليلها مقدار طبعا حاطلة هنا نكرافوس ما حاطة معدنوس بصراحة ما عندي معدنوس والكرافوس عندي بالحديقة طالع فخليت الكرافوس وهنا احاط فلفل اسود وشوية مهارات مال همبرغر شفتو جدا كمية نصف خاشو او ملعقة تشاي او خاشو وقت تشاي نصف ملعقة تشاي فلفل اسود نصف ملعقة تشاي باراد مال همبرغر وهنا رح اطلع رشة ملح هام بكل سهل وبسريع الاستواء هسه شنو راح اخليله شوية البخصم مطحون او الصمون مطحون يعني تقريبا نقول نصف كوم مرده هواي نحاط به هسه شنو راح نخلي نحضر صينية مال فرن خلي بها ورق زبدة حتى لا تزقع الكباب بشعب التبسي حتى يصر على ورق زبدة مال زقعتكم طبعا انتوا هاي الحجم او القياس اللي تريدون انتوا ها سوت اهنا حجم شوية تضاير هذا الشكل مفل الكباب المال الطاوب شوية اكبر او مفل الكباب الشوي بس حجم أزغير بهاش قصفتنا وعدنا هنا بالوسط رح أخلي بصل وطماطا لان هو تعتبر شون مفل الكباب الشوي واكيد لازم اياه طماطا وبصل فلفل اختياري الفرن على درجة حرارة ميتين تقريبا نص ساعة الى ثلاث اربع ساعة نحن نستوي الفوق و الجوه نستوي اسطوا كامل اتبع لدينا الفرن نستوي البادنجانية وكيد الكل يحب البادنجانية هذه المقبلات هنا نقطعت بادي نجانية هنا البادنجانية يجب أن تقطعها بكل رفيع هنا الطماطق يأخذون بس القشر يعني اللي بلا تأخذوا لأنه يسوي مي بالزلاطة وهو أصلا مي يعني ما يصر بيها والتقطيع أهم شي الرفع الرفع بالتقطيع لازم كل شكل رفيعة شفتوا بيتنجان سويت بصل سويت طماطق سويت اخيار وهنا فلفل هذا اي نوع فلفل بس انا عندي هاي 3 الوان راح اخذ من كل وعدة فالشي بسيط ورهم راح اخطيها طويل طبعا كل المواد راح اقليها ما عدا الخيار والطماطئ عندكم بيتنجان يتقلى شوفوا شكله شون سوي لازم بهذا الشكل بس عدنا البصل بس مجرد يتبل يعني موت قلاه كامل بس يتبل شوفوا هذا الشكل هم نحط عليه فلفل وهم الفلفل تقليبة خفيفة وها هي لأن من يتقلى زايد يصر بيمرورا هنا عدنا السلخيار والطماطئ وعندنا هاي المواد كلها الليناها اللي هي البصل والفلفل بيتنجان او الباتنجان هنا الباتنجاني يعني حسب طريقتي وطعامها بكلش كلش طيب اتمنى بجربوها بس شوية خلي لها دبس رمان يعني هخليها تقريب ملع قطيان طعام دبس رمان وخلي كتشب فقط لا صاص لا اي نوعية طبعا جربوه بالكتشب طعمها كلش كلش روعة ولا ملح ولا اي نوع بعد تحطو لها بس دبس رمان وكتشب وهس هاي صنيات نفعه ندخلها الفرن اكيد اعني ليش خليتكم ياها السلح حتى راولكم ياها باشرة وراما طلعناها من الفرن شوفوها وراما طلعناها فرن طبعا طعمها كلش كلش طيب وشوفوه هسه حتى من ترفعوها ما تلزق ليش لنحطان ورقة الزبدة شوفو الطماطية الخامسة خليتها سهلة بسيطة وهم وقت متاخذ واكيد هسه راح نحضر سفرتنا لليوم لسبع عشر او السابع عشر وخليكم شو نحضرنا سفرتنا وهذه سفرتنا كانت طبعا هذا المكان ومقلوبة ظل من عندها فاكيد احنا منذبها سويتها كاسات صغيرة وخطيت على صفحة وسوت وياها هم فنجر او اصابع وتيتها قليت والكباب مالتنا والتماطن وهي التمرية طبعا راح نزلكم ياها كلش كلش روعة ان شاء الله نزلكم ياها وشربتنا سونا شربة عدس لان خير من الله فشربة عدس كلش كافي فهذا كان فطورنا رغم انه هو بسيط بس كلش طعمه طيب وسهل وهاي البنجانية مالتنا وقلت لكم هذا الرز مال قبل يوم مال مقلوبة طبعا هواية جربوها وهواية كتبوها لي وكلش ناطع جاتهم هذ العصير مالتنا مال موز وبرتقال هم جربوه كلش كلش روعة هواية جربوه المقلوبة الحمد الله وشكروا كلش كلش عجبتهم جربوه الزود السيد واشكر كل من دا يجربوا وصفاتي ودا دزلي الصور على الانستة واللي يطلب الانستة مالتي انستة مالتي نفس اسم قناتي يعني متحيرون فياريتهم اللي يجربوا الوصفة دزليها على الانستة حتنزلها على المنتدى وهذا كان فطورنا شوفوا كلش روعة طعمه كلش طيب هالبنجانية مالتنا والتمرية ان شاء الله هنتظر الفيديو مالتها نزلكم ياها هم كلش كلش طيبة فهذا الفيديو مالتنا او هذا فطورنا اتمنى انها لعجابكم حبايب واكيد شنوه لا تنسون باللايك ولا تعليقكم الحلو اتمنى فيديو اليوم انها لعجابكم ولهنا اكيد شنروح اقول لكم في امان الله حبايب شوفكم بخير رمضان 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 يا حبيب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان